الله يسعد أيامكم وكل وقاتكم بكل خير ورجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنت جديدين ولا تنسوا تحطوني لايكات كثيرة وتكتبونيكم انتهات جميلة زيكم وعشان الله أطول عليكم رحتكم أسميكم بنهاية القصة ولا تنسوا تطلوا عن نبي اللهم صلي وسلم عليه ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة قصتي إني حبيت شخص وتوقعت هو الشخص الصحب تعلقت فيه لدرجة مطبيعية لدرجة إني ما كنت أقدر أنام إلا على صوته خلصت ثانوي ولقيت جامعة بمنطقة ثانية ورحت سكنت بسكن الجامعة وهناك تعلقت فيه أكثر وهو اللي خفف علي الوحدة وأخذت راحتي أكثر من ناحية الاتصالات وكان يصرف علي بالهبل من ناحية المصروف الشهري والأعياد والمناسبات كان يجيب لهدايا بمناسبة أو بدون مناسبة لين اكتشفت إنه متزوج وعنده عيال انهرت تماما وزوجته اكتشفت إنه يكلمني وقرر إنه يتركني ولما قال إنه يبغى يتركني هنا أنا انهرت تماما وقررت إني أنتحر خلاص ما أتحمل أعيش بدونه ورحت لسطح السكن وحاولت أنتحر وما صار لشي لأنه المشرفة لحقت علي وبالعكس انتشرت فضيحتي بين البنات أنا البنت اللي حاولت تنتحر بالسكن وبعدها دخلت في حالة اكتئاب وتعرفت على شلة في الجامعة ودخلت بدوامة الإدمان والشرب أهمت دراسة لين جاني فصل نهائي من الجامعة وبعدها رجعت لأهلي وأهلي عرفوا بكل مصايبي وقاموا ضربوني وقرروا يزوجوني الواحد كبير وعنده أكثر من زوجة كل هذا عشان فضيحتي المهمة إني تزوجته وسحبته معايا لنفس طريقي وضعنا أنا وياه لين انسجنت إيوان سجنت وأهلي تبروا مني كل هذا وعمري 26 سنة بس وتطلقت من زوجي في السجن وأنا طلعت من السجن بعمري 32 سنة وفي فترة سجني تعرفت على صديقة هناك وأقدر أقول لكم إنها أرشدتني للطريقة الصح علمتني الصلاة وفكت تعلق على الآخرين وعلمتني على القرآن والشوق للجنة وأنا وياها طلعنا في نفس الفترة هي انسجنت بسبب قضية مالية أهلها استقبله وأنا لا وقامت صديقتي هذه عرضت عليها تزوج أخوها مطلق وعنده سبعة أولاد وافقت واهتميت في عياله وفيه ودخلت تحفيق قرآن ورجعت وتبت لي ربي بس مشكلة زوجي أخلاقه شهينة دائم يا أصب حتى إنه يصل للضرب أحيانا بس راضي فيه عشان يكون لي سكن وهذه السنة قررت أدخل الجامعة من أول وجديد لكن زوجي رفض وقال لي إذا تبين تدرسين أدرسي أونلاين وطبعا أنا وافقت مجبورة وبدأت أدرس هذه السنة أونلاين وفترة الاختبارات بس أدوم وبنفس الوقت أروح لتحفيق القرآن وأدرس عيال زوجي وأهتم فيهم أحسهم عاوض ربي لي وطبعا زوجي شرط علي أني ما أحمل نهائيا ودعواتكم ربي يحنن قلب أهلي حاولت أتواصل معهم كذا مرة لكن على طول يبلكوني ورحتلهم البيت ولقيتهم ناقلين أبي أعاوض عن الدمار اللي سببته بسبب غبائي ما أدري كيف أرجع أكون إنسانة طبيعية دائم متفشلة من نفسي وكل شيء سويت في حياتي وثقة بنفسي صفر دعواتكم لي وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم ويا أهلين فيكم تمية من السعودية فاطمة من النجر فرقان من العراق مينا من السعودية وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة